لا انت اكبر مني خالد بس مرأت هنا نفس المدرسة اشكو ما دارستوياكم ايه ألف خارب منكم فش يقول يقول لي واحد من ربيع صديق قبل عشت الله يزلك يقول صدق يوسف واحد شماب صغير توا متزوج فأهو زوجتها أهو مظظف زوجتهم مظظفة مسوين اشتراك ويا مطعم شهريا شهريا يقول يوم خلاص المطعم من لوا أكل مطاعم سووا اشتراك ويا وحده تطبخ لهم بحيث أحب أطلع برّة ما أحب أطلع بره وأنا أحب من سطوب إن أحب يعني بالليل عقب الفطور أرتاح شوي يعني أنا ما أتفطر أروح أصلي بعين أريد أتفطر مرة ثانية من نوع أحب الراحة ما أحب بس إذا مطعم وقاعد ما تقدر تسوي هذا كله ما تسوي كابتن كرام الكوراسك يعني ثبت علميا بأنه تجمع الأسرة في أي وجبة من وجوات الضعام سواء كان وجبة غدا عشاء أو التجمع هذا في حذ ذاته يعطي الإنسان نوع من أنواع الكيمية أو الآلية في هضم الطعام وبالتالي نوع من الحميمية والعلاقة القريبة جدا ويحسسك بأنك أنت صحيح ببيت واحد لكن اللحظة هذه بالذات لها أهميتها أخبارك اليوم سويت أه سويت اللحظات هذه نفسها تخليك تاكل براحة تهضم براحة تمضغ براحة وبالتالي تعطيك جو حميمي أسري قوي تشد من روابط الأسرة سبحان الله أخونا الرضا قاعد يتكلم يعني الفنان الرضا قاعد يتكلم عن الجزئية هذه أنا شخصيا فيني طب عجيب غريب بعد المرات ما أحب آكل بروحي يعني أحب يشاركني واتفق معاك أخوي رضا حسين أنه بالفعل إذا حتشاركك يعني حتى الأكل له طعم ممكن غير الأكل خليك خليك بالأكل الجو العام عموما أنت أحس بأنه جو أسري حميمي دافي يعني أنت حين قيسك الآتي نعم يا فلانا شبيلي وكلت بروحك وخيوسم شبولك البروحة صح ياكل أنت أعمل قياس الحين بين السحور والفطور في الغالب الواحد السحور بروح أياكل يعني يمكن كلنا السحور لأنك آخر اليوم فأنت وحدك لا أنا أكل يا هالي فالسحور دائما أكلك خفيف يعني وغير ينطروني لأنا جي أرجع لا أنا أنا بالنسبة لي بيتزا خالد ولا مو بيتزا لا ولا ماك بعيوش ما في فرص هذه دعايا للبيتزا ترى أنا بالنسبة لي لأ تفطروا يا هالي وسحوروا يا هالي وعيالي وياي دائما أنا معاي بس الكلام اللي يأكلوا بروحها دائما الوالدة والعمرها آمين يا رب كانت قطل يعني كنا احنا ما شرحنا تقريبا ثمن إخوان ثمن إخوان وكلكم رياضيين كنا رياضيين الغداء تحطه بوقت الساعة وحدة تكتبوا رقص الساعة الواحدة غدانة عسكرية ايه بعد الوحدة ما حيتغدى تقلوا بالجدر تقبل عيش عشان ما حد يأكل تعودنا نأكل كلنا يا بعض فعلا قاعدنا نأكل يا بعض اللي هي بعد الوحدة نروح تغدى بيت الجيران كيفة؟ لا بيت الجيران لا هذي نوع من نوع التهربية سبحان الله دائما جيران نروح لهم ليه اليوم يعني فعلا أنه على البيت جيران نروح نتغدى عندهم عندما قاعدنا ترفعوا شون غداءكم رح نتغدى عندهم بذي خاصة علي اسماعيل انفقدت الحين بالجيل الموجود والله أنا للحين أنا بالنسبة لنا للحين موجودين جيران نروح لهم أنتم وين أي منطقة؟ احنا كنا بالرقة طبعا أول حوالي بعدين رح نرقة جيران نلحين موجودين لحين يوننا لحين نروح لهم يعني قبر يوم الجمعة في تواصل ايه موجود عندهم بس طبعا المسافات كواح ترى على بيت بس للحين الحمد لله أنا متصلين مع جيران الأوليين وللحين حتى جيراني أنا اللي حوالي ببيتي دائما أكون متصلوا لهم يعني أروح لك هذا وروح لك هذا وقعدي هذا إذا سافر هذا جاري وإذا أنا سافرت قال اسماعيل ترى أنا مسافر إذا أنا سافرت قتل يا أبا عبدالله ترى أنا مسافر مفاتح سياري عنده وسياري سيارة عندي للحين هذا طبع أهل السفر والغوص قبل الله صحيح لو أدي شون السفر والغوص اليار يتكفل بأسرة ياره إلى ما يريد يحسب شنوه يبدي أسرة اليار على أسرته نعم صحيح رسولته أسلم بعد أوصى بالجاري يا جماعة أوصى له سابع جاري يعني المفروض إحنا كعاداتنا وتقاليدنا الإسلامية وفراد علينا الإسلام أنه فعلا يكون فيه بيننا تود وحب وصداقة الآن ما تلاقي هذا الشي يعني الآن لو تسأل جارك عن اسم جارك اللي يمه يقولك والله ما أعرفه حدي بينه وينه سلام عليكم السلام ونتهى الموضوع ما صارت مثل أول يمكن قبل بس فترة قبل يعني اللي كان الجيران مرتبطين مع بعض وكذا يمكن عشنا الفترة يوسف فإحنا مرينا فيها خالد هذه قبل النفط عشنا لا مو قبل النفط تو والله يعني بسبعينات نازال نازال يعني ما نبين نكون متشاهد أنت بالشارع اللي وراءك كنت دائما مترطي مع بعض إيه لا أنت تكون بشارع المنطقة أو القطعة اللي أنت فيها كلها تعرفها صحيح الوضع يختلف خير يعني اللي دراسة أول بيوت عربية زين والبيت يعني يم البيت وفي مجال يعني التواصل يعني فرصة الالتقاء تكون تسعي بالمئة الحين كل بيت ثلاثة دوار وكل بيت في خمس عوام لا أخوي مش ترى ما لا ما تقير تقول هذا جاري ولا جاري لا لا المشاغل سبحان الله أول والمشاغل ترى البيت الواحد جمبك خمس جوار أمهاته والمكنهم مضفات حد شوف 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 قليل شوف ما تغير شي في الكون الصيف هذا هو الصيف الشتاء هذا هو الشتاء على قصة الشاعر نعيبه زماننا والعيب فينا صحيح وما للزماننا عيب سوانا ترى ما تغير شي مثل ما هي اللي تغيرت بس أمور الحياة اليومية نعم أنت دوامك بالثنتين هذا دوامك بالأربع عملية اختلاف المواعد هذه اللي شوية أربكت العملية الأسرية وإلا ما تغير شي صحيح والله أسأل الله يتم إن شاء الله علينا دائما لأننا دائما الكويت أهل الخير وأهل الترابط ومعروف عنا في جميع دول العالم يعني أن الكويتيين دائما مترابطين من الأسغر الحاكمة إلى أسغر فرد فيها والحمد لله هذا شي طيب ترى على فكرة الله يغير علينا خالد حنب نعمة يعني اليوم يوم أنت تصفح أنا يعني الكل قاعد تجيه دعوات مثلا قبقت وزير العلام الشيخ أحمد العبدالله قبقت شيخ أحمد الفهد قبقت الشيخ الفلاني قبقت سبحان الله هذا التواصل والترابط قبقت وزير الغارجية يعني وهذا التواصل حد التجارة كذلك التجارة أمسان أولا مساء الدوانية الأخ عبدالله معيوب كيف أن؟ مختلف شرائح للمجتمع موجودة شي طيب وناس يعني بالعكس بالعكس التواصل الاجتماعي هذا شي محبب واللي فرحك أنه يعني على سبيل المثال نرجع على غضية حدش نعم عند الأخ ناصر روضان يسوون كل سنة قبقة واستقبال المهنئين حدث صدق حتى المختلفين معهم سياسيا تلقاههم موجودين إيه ما في مشكلة بالعكس يعني تلقى الليبرالي وتلقى هذا طبع كوتيين مهما اختلفوا في الأراء لكن لما تصير فيها تواصل وصير فيها كذا تلاقينهم سبحان الله مترابطين مع بعض أنا خالد قبل أن أبلش عشان ببلش بشي اسمه وبعدين يقول ما أضيفون أبعطيش سنبوس اسمه العبدالكتورس أبي تقييمك الكرة اليد هي رشوة هذي مثلا بالأكس كرة ييد بخير يعني بس نحن طبعا المشاكل اللي صارت حاليا هي اللي وقفت كرة ييد يعني احنا فقدنا تغريبا نحن ثلاثة بطولات لازم نشارك فيها بكاس العالم طبعا بالخلاف اللي صار أو المشكلة اللي صارت الرياضي اللي كلنا نعرف عنها وقفتنا عن المشاركات وهذا راح يكون هذا السبب اللي خلالها ما نكون يعني مشتغيل عالمي ما راح يشارك أنا قبل ما أنسى قبل ما أنسى يعني أنا أقول ولدي ثويني عبدالله ثويني يعني أشكره فعلا أشكره ما رفع علم الكويت طبعا فوق رفع العلم الأولمبي أشكره فعلا لما أنا استنس لما رفع علم الكويت هو لابس على رأسه هذا فخر لي أنا ككويتي أو ككويتين كلنا وسام أن رفع علم الكويت يعني طبعا رقم المن رفع العلم الأولمبي طبعا السباحنا البطل أقول أنه رفع علم الكويت رغم علم الكويت ما رفع السالية وهذا مشكلة أنا عندي أنا طبعا هذا شيء عندي شيء مؤثر صحيح محزن فعلا أنه علم الكويت ما يرتفع وانا دايما نحن تعودنا وكل الكويتين تعودنا علم الكويت كلها خفاق فوق فهذا إسماعيل صرح عبدالله ثويني وهذا الصحف تكلمت أن هذا التصريح يعني ما صدر عن السباح عبدالله ثويني بأن يعني اللاعبين والرياضيين يدفعون ثمن السياسين عبدالله ثويني يدفع ثمن خلاف السياسين الكويت فع الثمن مو بس عبدالله ثويني يعني كلمة هذه أنا سمعتها من الكبار كل منها بيأخذ منها شوي أو بيخرب منها شوي والاكسي احنا مرتبطين كلنا يا بعض اللي قاعدينها من برة اللي قاعد يخرب عينا وقويينها من برة فاحنا دايما نقول التفاحة لازم نحافظ عليها هذه الكويت يعني دايما نقول لهذه الكويت التفاحة اللي نشوفها الحلوة اللي كل من مساح خلط يتكلم على التفاحة هذه التفاحة هذه الكويت هذه الكويت اللي حنا نحبها ما نبي احد جيسها أصلا صحيح ما نبي احد يلمسها هذه الكويت كلها لازم مرتفعة وهمالك علام الكويت انه ما ارتفعه بمحافظة الدولية وهي بطولة أولمبية مستقرة عن ملكويت ما ارتفع